تعالى نبدأ أولا في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو مع رئيس الوزراء البريطاني وهذا ربما من القضايا الأساسية الآن البريطانية هي تحارب مع إسرائيل تساند إسرائيل ترسل بوارج وصفن حربية إلى إسرائيل خلال المؤتمر الصحفي بن يمين تنياهو قال جملة مثيرة جدا قال لنظيره البريطاني قبل 80 عاما عندما أنتم كنتم في الساعات المظلمة قد جاء العالم الغربي لإسنادكم ومساعدتكم وذلك لمواجهة الخطر النازي الآن نحن نواجه نفس الخطر النازي بشكل جديد ونواجه تنظيم داعش الجديد عليكم أيضا أنتم أن تساعدونا إن هذه الحرب التي نخوضها الآن هي حرب لأجل الحضارة الغربية ولأجل الديمقراطية في العالم ولأجل أن يكون هذا المكان أفضل صنق بطبيعة الحال كما تعلم يعني اطلاعه في الملف في الشرق الأوسط ليس بذلك الاطلاع خاصة وأنه لم يزور هذه المنطقة كثيرا كمن سلفه من رؤساء الوزراء تحدث حقيقة بطريقة أكثر عفوية قال نحن ندعم إسرائيل نحن نريد أن ندعم إسرائيل بلا شك بأن ما حدث كان مريبا طبعا اجتمع مع العائلات البريطانية يعني التي معها جنسيات إسرائيلية احتضانهم كان مجموعة من الصور اللافت أنه خلال كل هذه التصريحات كان هناك شيء مختلف يأتي من بريطانيا وهو الوزير الأول السكتلندي الموجود في بريطانيا الذي قال في سكتلندا وهو حمزة يوسف الذي قال أنا عندي عائلة موجودة في قطاع غزة وأنا أريد أن هذه العائلة أن تأتي وأنا أشعر بأن ما يحدث في غزة هو مريب بمعنى آخر بأن الجانب البريطاني يرسل رسائل ليست متناقضة ولكن الحكومة البريطانية تتبنى الموقف الأمريكي الكامل والمطلق في دعم إسرائيل إسرائيل تعلم بأن بريطانيا لا تملك تكنولوجيا عسكرية يعني أكثر من الولايات المتحدة لا تريد منها شيئا كثيرا ولكن تريد منها المشاركة الفعلية بالحرب ولذلك طلبت السفن أن تأتي ولهذا على سبيل المثال كان هناك وزير الدفاع البريطاني كان هناك رئيس الوزراء وزير الخارجية البريطاني اللافت أن صنعك لن يلتقي بأي مسؤول فلسطيني وهذا أمر غاية في الأهمية لربما حتى يذهب إلى مصر أو الأردن ولكن لغاية الآن عندما اتصلت مع السفارة البريطانية لم يؤكدوا لغاية الآن إذا سوف يسافر أو لن يسافر آسف يا حازم نعم تتفضل عكس عودة الاتصال بكم استكمل بإجازة الجانب السفارة البريطانية عندما اتصلت معهم قالوا لي من اللغاية الآن لا نعرف إذا رئيس الوزراء البريطاني سوف يذهب إلى مصر أو الأردن أو لن يذهب إلى مصر أو الأردن هذا الموضوع ترك في هذه المسألة وبالتالي الزيارة عمليا فقدت أي اهتمام آخر يعني انتهى التقى مع رئيس الدولة التقى مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين بين يمينة نهو بطبيعة الحال ثم مع العائلات وغادر هل يحمل شيء جديد؟ هو يحمل الموقف الذي يحمله بايدن أمس بريطانيا معكم بريطانيا تؤيدكم أرسلنا السفن البحرية التي نريد إرسالها معك حزم معك حزم أسمعك الآن بأضوح كان الآن نتحدث على صعيد الحرب البرية بعيدا عن المواقف السياسية دولية الداعمة والواضح أن هناك دعم كبير جدا من الدول الغربية لإسرائيل في هذه الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة والواضح ضد قطاع غزة لأن المستهدف هم المدنيون لكن عندما نتحدث عن الحرب البرية هناك وسائع لم تحدثت عن تأجيل هذه الحرب أربع مرات موضوع الجنود الاحتياط وعودتهم مجددا بعد استدعائهم وتسريحهم يعني هذا كيف نفهمه كمواطن يعيش الآن في قطاع غزة ومواطن يتابع هذه التطورات على صعيد ميداني وينتظر كما كانت تعلن إسرائيل بدء الحرب البرية على القطاع الحرب البرية الآن هي ليست الشغل الشغل للإسرائيليين طبعا القيادة السياسية والقيادة العسكري هذا ليس هو الأمر الأساسي الأمر الأساسي هو تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء هذا الذي يشغل بالهم وعموما هذا الذي يشغل أيضا بال الأمريكيين والبريطانيين والعالم والعربي بأن الضربات الجوية هي كافية لإخافة الفلسطينيين وعملية الهجرة ومغادرة ومنها فالملف الذي تحدثنا عنه لأيام والأيام العملية البرية هل سوف تحدث أو لن تحدث الجانب الإسرائيلي يقول كل المسؤولين الإسرائيليين يقولون قولا واحدا أن العملية البرية سوف تأتي ولكن الهدف أن العملية البرية الآن هو ليس أن يكون هناك قتل ودم وما إلى ذلك هي صورة الانتصار صورة الانتصار لن تكون بالطائرات هم لا جاءوا لا بالصنوار ولا بأبو عبيدة ولا بمحمد الضيف على بقية القيادات العسكرية بإسرائيل ما بيعرفهم يعني فلاني الفلاني مش معروف ليس هذا صورة النصر إما أن تأتي بواحد من الثلاثة ديادون أو أن الدبابات الإسرائيلية تتجول في ميدان الجند المجهور وشارع عمر المختار أو أن يتم تدمير مدينة غزة بالكامير صورة الانتصار لغاية الآن لم تتحقق